الآن نقوم بعدة بناء هذه البلاد حققنا رقما قياسيا في الوظائف 11.2 مليون وظيفة قبل وصول تلك الجائحة كنت أتلقى اتصالا من شخصيات لا يتصلون بالعداء وكانوا لا يتصلون بشكل طبيعي كنت قد حققت أفضل نسب توظيفا للاتينين والأفارقة والنساء والأسيويين أشخاص يحملون شهادات وغيرهم ومن الخرجين كلهم كان لديهم أفضل فرصا للتوظيف أما الجانب الآخر كان يرغب أيضا يعمل على توحيد هذه البلاد أما أنا فسوف أقوم بخفض ضرائب لكنه يرغب برفعها وسوف نضع أنظمة جديدة لكنه سوف يقتلها لو ترشح فسوف يكون هناك كساد لم ترونه من قبل وسوف يكون الوضع سيء ومحزن